السلام عليكم أخوتي مرحبا بكم في الدرس الجديد على القناة لكم استفهام عام مجموعة من الأصدقاء دخلوا الابليكاسيون للسياش بونر ولقاءوا بأنهم داروا ميزة جور جديدة يعني تحديث جديد وبالتالي مجموعة من الخصائص اللي كانوا كيستخدموهم تبدلوا عليهم ما بقيش عارفوا كيفاش يخدموهم ولا منين يخدموهم خصوصا الدوتاسيون وبعض الخصائص الأخرى اللي غير نوريها لكم في هذا الفيديو إذا أخوتي مباشرة بعدما ندخلوا للتصبيق ديالنا في الهاتف ديالنا كنجو هنا كالقاو ميكاخت مباشرة مليكا ندخل أول حاجة غديلقها هي غطخة مليكا ندخل لها دغطخة هنا كتعني لنا هاد غطخة السحب من القيشي أوتوماتيك يعني إذا بغتي هاد البطاقة تسحب ليك من الشباك الإلكتروني أو القيشي أوتوماتيك فلا بد عليك تكون هنا مأكتفيها هنا كيف كتبلك بالشكل الأخضر فهي الآن أنا مأكتفيها في المغرب خارج المغرب إذا ندخلها هاد الخاصة يزوينا بزاف فبحي تقع إلى تحت الكلاكارت لقدر الله فيمكن لك تبلوكها من هنا وبالتالي ما يقدرش الشخص اللي يلقها يسحب منها من القيشي أوتوماتيك إذا هاد ميزة زوينة وزوينة بزاف هنا هاد بيمو باكخت بالنسبة لهاد بيمو باكخت فهي خاصة بالأسواق الكبرى مرجان أسواق السلام أو بعض المتاجر الأخرى فهنا فشكت جمع سلعة ديالك ويتخلص فيمكن لك تستعمل البطاقة لكي تخلص هنا داخل المغرب كذلك ولا خارج المغرب هاد الميزة زوينة بزاف إذا استخدمتها فكتنقص لك واحدة نسبة على التمان اللي غادي تدفع في الأخير بالنسبة لي أنا هنا إذا هندزوا النقطة الثالثة واللي هي أهم نقطة عندي في هذا الفيديو واللي بزاف الناس يسولون على الدوتاسيون توريستيك فهنا كتجو البييمو سوق انترنت وهنا كتلقاء أماغوك هنا بالنسبة للناس اللي يشريون من جوميا أو بعض المواقع الإلكترونية في المغرب فهنا سيخصم اكتيفيو هاد أماغوك أما بالنسبة للأشخاص اللي يشريون من علي إكسبريس أو بعض المواقع الأجنبية كشين باتبات والمواقع الأخرى فهنا ستجدوا الهاتي اللي فيها الانترنترنسيونال وتأكتيفيوها تبليكم بالأخضر إذا هنا واضح هنا سنجدوا البييمو سون كونتا هذه بالنسبة للأشخاص كذلك اللي يخلصوا بلا كارت لا يحتاجوا إدخلوا الكود فعما عليه سوى يمرر الكارت فوق الجهاز و ستقطع البييمو مباشرة إذا أخوتي بالنسبة لهذا أنا كذلك مدزاكتيفيوه ونصيحتي أخوتي بنسبة لاتبييمو سون كونتاكت حاولوا دزاكتيفيوها وما تأكتيفيوها إلا إذا بغيتوا تخلصوا بها ومن بعد دزاكتيفيوها لأنك يقع فيها بثاف دي المشاكل إذا أخوتي كان هذا هو الشرح اليوم أي حاجة مفهمتوهش أو لا مشكلة واجهته معلكم سوى توضعوا لي في التعليق الخاصة بهذا الفيديو أو لا تكون تكتوني في فيسبوك الخاص بي جميع الحسابات الخاصة بي ستلقوا في الوصف ديال هذا الفيديو وإلا أخوتي أعجبكم الفيديو ببرتاجهم مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وما تنسوش تدعمونا بجيم وإذا كانت أخي أختي هدية أول زيارات للقناة فما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس بشي وصلكم الجديد ديالنا أول بأول